سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية قصة النبي موسى عليه السلام الحلقة 15 كيف تلك يا خالة صفية؟ أهلا يا أولادي أهلا مرحبا بكم أهلا 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 أنا متذكرة أنه من المرة الفاتر قلنا أنه بعد فترة حصل تمرد على سيدنا موسى وهارون ماذا أنت قلت كده؟ أعي والتمرد قاد واحد من شيوخ بني إسرائيل ومن قبيلة بني لاوي تحديداً واسمه يا خالة صفية قورح صح وتمردوا معه ثلاثة من قبيلة بني روابين هو داسان وإبرام وآون مهم وكانوا معاهم كمان متين وخمسين من القواد المعروفين مهم من شيوخ بني إسرائيل يا المتمردين ديل قاموا مشوا لسيدنا موسى أيو تمام وغورح نيابة عنهم يتكلم مهم وقال لسيدنا موسى وهارون ليه هارون يكون هو رئيس الأحبار الوحيد مع إنه كل واحد مننا طاهر ومقبول يا الله لكن يا خالة صفية سيدنا موسى رد علي قورح وجماعته وقال ليهم بكرة الله حيوضح منهم أحبابه مكفاية عليكم يا بني لاوي إنه الله اختاركم من دون جماعة بني إسرائيل عشان تقوموا بخدمة بيت الله قدام الجماعة وبتذكر برضو قال مكفاية غورح إنه الله اختارك إنت وأخوانك من دون باقي بني لاوي وهس دائرين تكونوا أحبار كمان وطالما إنت وكل جماعتك بتتمردوا علي الله أصلا إبقى إحتراطكم علي هارون ما مهم أبدا لأنه هارون ما بسوى أي شيء بالنسبة لي الله يا صاح كلام صاح وبعد ذاك كل المتمردين رجعوا لبيوتهم وجو مرة ثانية في اليوم الثاني إلا إبرام وداثان اللي تغيبوا وما جوا معاهم سيدنا موسى لما لاحظ غياب داثان وإبرام رسل لهم مندوب عشان يجوا لكن داثان وإبرام رفضوا ضعوة موسى وقالوا لي مندوبوا يا سيد قول لي موسى نحنا ما حنجي ولا حنسمع كلامك ما كفاء إنك طلعتنا من أرض الخيرات المليانة لبن وعسل وجبتنا هنا عشان نموس في الصحراء دي أسي كمان عايز تجد الحكم فينا وكمان قول ليه طيب يا موسى طالما إنك لدخلتنا الأرض المليانة لبن وعسل ولا قديتنا أي نصيب من أي مزارع تاني عاوز مننا نشنو؟ أنت مفتكر نفسك حتغش أنا؟ لا يا شيخ دا مستحيل وطبعا سيدنا موسى لما بلغوا الكلام دا غضب جدا وقال لي الله يا رب يا رب دا سانوا بيرام ديل ما تتقبل منهم وما ترضى عليهم لأنهم متمردوا علي معيني ما حصل أزيتهم ولا أخذت منهم أي حاجة وقرحوا جماعته مشوا لخيمة العبادة وكل واحد منهم ولع مبخره ووقفوا مع سيدنا موسى وهارون في مدخل الخيمة وقال الله ظهر في لمحة من جلاله لكل الموجودين وقال لي سيدنا موسى وهارون يا موسى يا هارون أطلع من جنب الجماعة ديل لأنحه لكم في لحظة وسيدنا موسى وهارون سجدوا وتوسلوا لي الله وقالوا اللهم يا مالك أرواح كل الناس يا رب لا تغضب على كل الجماعة بسبب قلة منهم وقال لي سيدنا موسى قل للناس الساكنين هناك ابعدوا من سكن قرح وداثان وابيرام وقرح لما سمع الكلام ده قام رجع لي بيته وسيدنا موسى قام باشا لي داثان وابيرام وبعض الشيوخ من بني اسرائيل الغير متمردين ماشوا معاه وسيدنا موسى عليه السلام حذر الناس وقال ليهم يا جماعة يا جماعة أبعدوا لي من خيام الناس الشردل ما تهبشوا أي حاجة حقتهم عشان ما تهلقوا بسبب زنوبهم مفهوم؟ مفهوم والناس فعلا بعدوا من مكان سكن قرح وداثان وابيرام وداثان وابيرام طلعوا ووقفوا في مدخل خيامهم الاثنين وكانوا معاهم نسوانهم وأولادهم وسيدنا موسى قال ليهم بل حيحصل ده مفروض تعرف إنه الله فعلا رسلني عشان أعمل كده وأعمل كل الحاجات دي وأنا طبعا ما بعمل من تلغها نفسي طيب راغبوا وشوفوا إذا الجماعة دال ماتوا الموتى الطبيعي وحصل لهم اللي بيحصل لأي زول يكون الله مارسلني عبدا أما إذا الله عمل فيهم شي ما حصل قبل كده وانشقت الأرض وبلعتهم بكل ما يملكوا واندفنوا في الغبور حيين أعرف إنه الناس دال عصوا الله جدا جدا عشان كده الله غضب عليهم وأهلكم عشان كده الله ولما سيدنا موسى عليه السلام خلص كلامه الأرض انشقت فعلها وانطبقت عليهم وبلعتهم بهم بيوتهم وقورحوا داثانوا إبراموا وكل ما يملكوهوا يتمسحوا منهم واتمسحوا كمان معاهم النازل كانوا متعاطفين مع قورح لكن أولا قورح ما ماتوا معاهم وطبعا المتمردين دال كانوا بيصرخوا بشدة في لحظات الحلاكة بسبب صراح ومكاهدة كل بني إسرائيل كانوا حولهم خافوا وحربوا وقالوا يلا يا جماعة أمركم بسرعة بسرعة أقصى النمر من هنا بسرعة يرغوا بنا رغلة حرجت كل الرجال اللعوا البخور وكان عددهم 250 وبعد ذلك الله قال لسيدنا موسى يا موسى قل الحبر على عذر ابن هارون أرفع المباخر من الحريق وشتت منها النار بعيد لأنها أصبحت مخصصة لله أما مباخر الناس الدفع تمنحياتهم نتيجة لتمردهم ضده كسروها وأصنعوا منها غطة لمنصة تقديم الضبايح عشان يكون علامة تحذير للشعب وفعلا قال عاذر نفذ أمر الله وبيقى غطة المنصة عزة وعبرة لبن إسرائيل كل ما يشوفوه عشان ما في واحد تاني غير زرية هارون يولي على البخور في محضر الله ويلقى نفسي مصير قورة وأعوانه في اليوم التاني من العقابة الشديدة على المتمردين كثيرين من بن إسرائيل الضايب ومن سيدنا موسى وهارون متلموا حولهم واحتجوا عليهم وقامليهم يا موسى يا هارون هايوا انتوا مبسوطين من عملاتكم اللي عملتوا هدي عملية شو نعزون انتوا بالجاد مجرمين مجرمين إحنا لأنكم كتنتوا مجموعة من شعب الله وفي الموقع الدا سيدنا موسى وهارون يتوجهوا لخيمة العبادة والخيمة غططت صحابة وظهرت لمحة من جلال الله سيدنا موسى وهارون ماشوا قدام الخيمة وهناك الله قال لي سيدنا موسى يا موسى أبعدوا من الجماعة ديل عشان أهلكم في لحظة لكن سيدنا موسى وهارون سجدوا وتوسلوا لله بشدة وبعداك سيدنا موسى قال لي هارون يا هارون أيوة شيل المبخر بتاعك وخد فيه بخور وولعوا من النار على المنصة ومش بسرعة للناس عشان تكفر سيئاتهم لأنه الله غضب عليهم وبدأ يضربهم بالوباء حاضر وهارون فعلا نفذ القال ليه سيدنا موسى عليه السلام بضبط وجرى بسرعة ودخل في نص الجماعة ووقف بين الميتين والحيين لأن الوباء بدأ ينتشر وولى على البخور وكفر عن الشعب وقالنا رفع الوباء على الناس بعد ما ماتوا بسببه 14.700 زورة 14.700 دل طبعا غير الناس اللي ماتوا بسبب العصيان مع قرح وبعد الوباء ما زال هارون رجع لسيدنا موسى عند مدخل الخيمة خيمة العبادة وبعد ذاك الله قال لسيدنا موسى يا موسى كلم بن إسرائيل وأخذ منهم 12 عصايا علي قدري عدد قبائلهم كل عصاية ترمز لجبيلة وأكتب اسم شيخ الجبيلة على العصاية المخصصة لجبيلته وأكتب اسم هارون على عصاية جبيلة تلاوي وأجمع العصي دي كلها وخدتها في خيمة العبادة جدام صندوق العهد في المكان البحض بكفيه عادة والرجل البختاره عصايته حتخدر وبكده حينتهي احتياج بن إسرائيل عليك وعلي هارون وسيدنا موسى كلم بن إسرائيل بأمر الله ورؤساء قبائلهم أدوه 12 عصايا عصايا لكل قبيلة وعصاية حارون كمان كانت من بين عصيهم وسيدنا موسى عليه السلام خط العصى أمام الله في خيمة العبادة وفي تاني يوم سيدنا موسى دخل خيمة العبادة ولقى عصاية حارون اللي بترمز لقبيلة تلاوي مخدرة وبنت ليها أوراق ونوار وكمان شالت سمر سيدنا موسى شال كل العصي من محضر الله ووراها لبن إسرائيل بعد ذاك كل واحد من شيوخهم أخذ عصايته وقال الله قال لسيدنا موسى رجع لي عصاية حارون تاني جدام صندوق العهد عشان أحفظها وتكون عزة وعبرة للناس اللي بيفكروا في التمرد عشان يوقفوا احتجاجهم عليه وما يضع نفسهم في موقف قد يعرضهم للموت وسيدنا موسى عليه السلام نفذ أمر الله ده بالضبط لكن بني إسرائيل لأنهم كانوا خايفين جداً من الحصل للمتمردين في مدخل خيمة العبادة قالوا لسيدنا موسى يا موسى يا موسى نحن مهتدين بالموت نحن مهتدين بالموت حان أهلك يا موسى أيوة نحن خايفين لك قريب من الخيمة لا حاولاً لا حاولاً لا حاولاً لا حاولاً لا حاولاً وبعد ذاك الله أدى سيدنا موسى وهارون إرشادات خاصة بالعبادة في الخيمة وبالطهارة والإرشادات دي يا جماعة فيها الإجابة على أزئلة الناس ديل وتطمين ليهم أهبن إسرائيل بعد ما ترحلوا سنين طويلة في الصحراء وقبل الأربعين سنة دي ما تكتمل رجعوا مرة تانية لمنطقة قادش بين صين وفاران وده كان في بداية فصل الربيع وهناك مريم أخوة سيدنا موسى وهارون ماتت في قادش واندفنت فيها ودي كانت يا جماعة نهاية الجزء دا في المرة الجاية الواقع تحية زروق إخراج تماضر شيخ الدين